قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قال إن إدعاءات إسرائيل بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطع غزة هي إدعاءات كاببة وأضف عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه الأكاذيب تأتي في سياق حملة تشنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية اشتركوا في القناة